دعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأجيل كلمة حالة الاتحاد السنوية بسبب نقص الإجراءات الأمنية الناجمة عن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية واقترحت بيلوسي على ترامب العمل معاً لتحديد موعد آخر مناسب بعد إعادة فتح الحكومة لإلقاء هذه الكلمة أو دراسة إمكانية تقديم الكلمة كتابة إلى الكونغرس في 29 من كانون الثاني يناير